من أحكام الحج سين إذا لم يمر المحرم على ميقات من المواقيت المعروفة للحج والعمرة فمن أين يحرم؟ جيم إذا كان الحاج أو المعتمر لا يمر بشيء من المواقيت المحددة للحج والعمرة فإنه ينظر إلى مكان يحاذي الميقات الأقرب إليه من هذه المواقيت فيحرم منه فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل فإنه ينظر أيهما أقرب إليه فإذا حاذاه أحرم من محاذاته ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وإنها جور عن طريقنا أي فيها ميول وبعد عن طريقنا وإنا إن أردنا قرن شق علينا فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق وفي هذا فائدة جليلة وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا فينوو الدخول في النسك إذا حاذوا هذه المواقيت ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جده كما يفعله كثير من الناس فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم